امي القيم اكتر... وال ley مبادئ وهو.. ابويا صاحبنا... اكتر 결د اذياز اظه دمكن صاحبنا اكتر ما هو ابونا هو اليمكن اللي علمنا.. يعني انا ويحمد نجينا بناهرف نلعب كل الرياضات ابويا كان احرف منينا كمان بيكورا وRidgeع ان احنا بناهرف نلعب كل رياضات الآن ابويا علمنا كل الرياضات لن هو يعرف اهرف كل الرياضات ف هو دعنا حهلة الخشونة شوية بتاعت.. اللي رجالة و التعامل مع الناس غدو'sgus berebop أبوي كان صابي الجيش وبعد كده خارج بقى عمل خاصة وحك كده ويشتغل في الديكور شوية فترة كده هل أنت كنت أسرة مستقرة؟ لحد فترة لحد فترة وبعدين؟ بحد اللي غد ما حصل الانفصال وكل واحد رح فيهم في اتجاه كنت سنة كم سنة ما حصل الانفصال بأبوه؟ كنت في نهاية ثانية سنوية أو ثالث سنوية مزيلتش؟ لا ما منتش لحد على حساب حد؟ خالص مزيلتش لسبب لأن أنت كنت كبيرت وكانوا هم خلاص أنت شايف كان رجلي فهمت أنت 16 سنة ده خلاص أنت بدأت تبقى مستوعب الدنيا عملت إزاي؟ فأنت شايف من الأصلح أن ده اللي يكون ما ملتش عند حد لحساب حد خالص بالعكس ولحد اللحظة دي عمري ما ملت لحساب حد خالص عشت مع مين وسبت مين؟ ما عشتش مع حد وسبت حد أعدت فترة أول ما حصل الانفصال ده أعدت فترة كبيرة جدا مع جدتي لأن أنا كنت في سنوية عامة فكان فيه مشاكل لسه الانفصال لسه ما بردتش فكنت قاعد لوحدي أنا فترة سنوية عامة ثالثة سنوية بخصوص ثانية سنوية كنت مع عم أبوي يعني ثالثة سنوية كنت بذكر الواحدة خالص وقاعد الواحدة خالص بعد الفترة بتاعت ثالثة سنوية بغضب منك؟ رفض اللي حصل؟ لا مش رفض اللي حصل على قد ما أنا في سنة كريتكال جدا فلازم أعمل كل الحاجات اللي حوالي كده كان سهل أنك تبصل؟ لأ، صعب لأ كان صعب حقيقي هتلاقي حتى مجموعي كان كويس جدا في ثالث سنوية يعني أنا في ثالث سنوية تقريبين جايب ستة وتسعين في المية بس يعني أو خمسة وتسعين في المية بس أقل من واحد في المية ولا كمين في المية مش حاجة برضه كان صعب طبعا للنفصل بس فصلت وقدرت أعمله وعدت السنة أحمد فاهم أخوك الكبير أه أحمد أجبر سنتين سنتين وشهر بزي طب في اللحظة دي كان أحمد فاهم؟ صحبك؟ كان صحبك؟ كان قريب منك؟ ولا الأزمة اللي بين الوالد والوالدة أثرت عليكم؟ لا، عمر ما، عمر ما، أنا وأحمد دايما من وإحنا صغارين لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي إحنا قريبين وإحنا صحاب وعمرنا يعني سيروكم مع بعض؟ تبحلو، تقولو، تفتفضلو جدا، جدا يعني أحمد بعيدا عن إن هو أخويا، لا هو صحبي يعني إحنا صحاب عمر ما ضربك؟ وإحنا صغارين طبعا مين كم بيدرب من فيك؟ وإحنا صغارين، ده هو كان أجور مني بسنتين فأنت سنة مثلا لما هو يبقى عنده سبعة سنين وأنا خمس سنين أكيد هيدربني آه، بيستقوى بقى آه، لغاية ما أنا طويلت شوية بقيت أنا أخد حقي بقى طب، إنتوا الاتنين لما حصل الإنقصال أكيد قعدتوا مع بعض وبدأتوا تفكروا في مستقبلكم أحمد فكر يسيب البلد خلص وهيك وراح برا، طبعا أنت عارف أن أبعرف أحمد كويس وعارف الحدوتة كلها وراح على أنه ميرجعشتين ده هي أنت فكرت إزاي؟